السلام على المتابعين على قناة سليفاتيحة كنتم تكونوا كمان بخير وتم تشاهدوا هذه الفيديو اليوم لما تشاهدوا فيديو جديد وموضوع جديد الموضوع اليوم هو على الشخصية الانتوائية وقبل ما بدأوا ما تنسوا وشاركوا في القناة تغطوا على جرس باش يبقى تفصلكم كل جديد وما تشاهدوا على بركة الله فورجة ممتعة الشخصية الانتوائية تقدر تكون شخصية كتحشم وما قدرش تندمج بالحياة وعندها عدد قليل من الأصدقاء وما قدرش بالزاف وعزع لها العزلة وكتحاشي الناس بإرادة ديالها وكتستامع من اللي كتكون واحدة وما كترتاحش من اللي كتكون بين الناس وغالبا الناس كيشوفوها معقدة ومشي الشي معية ولكن من اللي كنشوفو الواقع كالقوا حاجة أخرى في الصدور الثالية قد نتعرف على أهم الأسباب اللي كتخلي الشخصية الانتوائية متميزة عن باقي الأنواع الشخصيات أولا الغموض الشخصية الانتوائية كتكون غامضة بالزاف وصعب باش تعرف لداخل ديالها حيث ما كتتحضرش بالزاف وكتفضل عصلة على هالشي الناس كيشوفو في هالغموض وكيخليهم يبغوا يتعرفوا عليها أكتر وشخصية الانتوائية ما كتتحضرش على رأسها وقع هاتشي كيعطيها قدر كبير من الجاذبية ثانيا كتصنط مزيان في علم النفس كيقولوا أنه كلما كان الشخص كلمو قلين كلما كان كيسمع مزيان وقال أكتر جاذبية وهي الشيء كيتميز بها الشخصية الانتوائية هاتشي عندها كعال مهارات الاستيماع وهذا هو السبب علاش قلقوا أن الناس كيرزحوا لهات الشخصية حيث كيقدروا يعودوا لها أصرارهم بلا متبوح بها ومن هناك الجاذبية لالشخصية الانتوائية ثالثا إبداع الشخصية الساحرة ديما كتفكر طريقة مميزة ومختلفة على باقي الشخصيات وعندها أفكار مبدعة وخيال رائع وهذا بالطبع للي عن الشخصية الانتوائية حيث العزلة اللي كتحيش فيها هات الشخصية كتزيد من خيالها وإبداعها وكالقوا أن بسف من المبدعين والعباقرة اللي في علم عندهم شخصيات انتوائية وكيفضل عزلة وخب حالا كتكون عندهم شخصية جذابة وكيتهدف عليها الناس باش عارفوا خبارها وتقربوا منها رابعا قللك الكلام الشخصية الانتوائية ما كتدرش بساف ولكن من اللي كتدر كتكون ما قل ودل وكلامها واضح وهذا كيخليها شخصية جذابة ومن اللي كتكون كتدر مع الشي واحد كالقوا أن الناس مبهورين بالردود ديالها بحل لك تقول حكم وعبر وعلى هذا السبب هي مقبولة عند الناس وكيشفوها شخصية غامضة خامسا الهدوء كتميني الشخصية الانتوائية بالهدوء وخاكلين بعض الناس اللي كيشفوه بحل النوع من البرود ولكن في الحقيقة أن هاد الهدوء اللي لابس هاد الشخصية وكيبان في قاعد الصرفات ديالها وافعلها وكاعدها قدر كبير من القبول والجاذبية هذا هو الموضوع ديالنا موضوع حول الشخصية الانتوائية واتمنى أنه يكون نهجبكم وخلوني في الكمونتر تحت أفكار أخرى أو مواضيع أخرى اللي نتكلم عنها في الفيديو الشي. سلام عليكم